السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنبدأ في حل اول امتحان تجريبي للوزارة لسنة 2019-2020. ونبدأ باول سؤال اللي هو المصطلح العلمي. ظهر بدأ منذ بداية نشأة الارض وحتى خمسمية اتنين واربعين مليون سنة. يعني من اول ما الارض اتنشأت لحد خمسمية اتنين واربعين سنة. اه مليون سنة. يعني ده اللي هو الكريبتوزوي او بقول عليه الظهر الحياة غير المعلومة. طيب تاني حاجة كتلة الصخرة التي توجد اعلى مستوى الفالق. اعلى مستوى الفالق كان الفالق لو كان كده كنا بنقول هنا في حائط علوي وتحت هنا كده حائط صفلي. فيبقى ده حائط الصخور الايه? الصخور الحائط العلوي. واللي تحت ده? صخور الحائط الصفلي. طبعا اه هسيب لكم تحت الفيديو دوق بي دي اف باجابة النموذج كله للي عايز يحمله ويبقى يحله بعد كده مع نفسه. هسيب لكم نموذج بالاجابات كلها تحت. وطبعا اه معزم الاسئلة دي اصلا كلها للناس اللي معايا او كده بتحل الملزمة بتاعت الدين انا مدها لهم. وفي المراجعة يعني وكده. هيلاقوا ان معزم الاسئلة دي كلها متقررة تقريبا بالنص مع اختلاف ممكن تلات اربع خمس اسئلة بالكتير جدا. ندخل بقى فيه بعد كده اختر احد السؤالين فسر وجود رواصب معدن الكلسية على طول مستوى الفالق. ليه بيوجد معدن الكلسية على طول مستوى الفالق? هقوله بسبب صعود المياه المعدنية. فبيتم تلصيب الكلسية على طول مستوى الفالق. تسمى حقب الحياة المتوسطة بحقب الديناصورات او الزواحف طبعا ده لان في حقب الحياة المتوسطة انتشرت وسادة الزواحف البرية والمائية والهوائية والزواحف العملاقة اللي هي الديناصورات. ماذا يحدث عنده? انخفاض درجة الحرارة في الوسط اللي بتعيش فيه البر المائيات. لو انخفضت الحرارة في الوسط اللي بتعيش فيه البر المائيات بتلجأ للبيات الشدوي. بعد كده تحلل فضلات الاسماك. لما تتحلل فضلات الاسماك ايه اللي هيحصل? هيبدأ تستغل لها التحالب. والتحالب ديها لما تتغزى على فضلات الاسماك هتبدأ بعد كده على طول ان الاسماك تتغزى على التحالب دي تاني وبالتالي يظل الماء محتفز بخواصه. بعد كده على طول عندنا اختر الاجابة الصحيحة. الشيست الميكائي صخمي متحول عن طريق طبعا عن طريق صخور الايه? صخور الطين للضغط ودرجة الحرارة. صخور الطين لما بتتعرض للضغط والحرارة ما هي صخور الطين هي هي الميكا او الميكا زي ما بينطقوها. فبالتالي لما بيتعرض صخور الطين للضغط والحرارة بيبدأ يحصل على طول ان يتحول لشيست ميكائي. بعد كده على طول عندنا علل يمكن خدش معدن الجبس بزفر اليد بينما لا يمكن خدش معدن الكورتس. اول حاجة لازم اقوله لان زفر اليد اتنين ونص تمام كده بينما الجبس اتنين ولذلك يمكن خدشه لان الاعلى صلاة ياخدش الاقل صلاة. ثم بعد كده على طول اقوله ان معدن الكورتس ده بكل بساطة هو عبارة عن سبعة الصلاة بتاعته فبالتالي لا يمكن خدشه لان الاقل الاقل صلاة لا يمكن ان ياخدش الاكسر صلاة. يؤدي استخدام الاسمدة الكيميائية المصنعة الى تدهور الطربة وجعلها اكسر عرضة للانجراف. بعد كده على طول اذكر اسم العالم. اللي عمل نظرية الانجراف القرر. نظرية الانجراف القرر طبعا ده الفريد فيجنر وضع مقياس لقدر الزلزال. ده على طول هو العالم اه رختر. العالم رختر هو اللي وضع مقياس لقياس قدر الزلزال. اما اللي بيقيس شدة الزلزال ده اللي هو العالم ميركالي او مقياس ميركالي المعدن. اللي هو كان زنة الف تسعمائة نين وتلاتين. قارن بين الالسنة والحواجز. الالسنة ديك بكل بساطة بتنشع عند تقابل طيارين مختلفين في الاتجاه. فبيصطدم يعني واحدة هو طيار جاي كده. وطيار تاني جاي كده. تمام? لما يصطدمه مع بعض بيبدأ عند خط الاحتكاك ده. هنا هو يبدأ ان هو يترصب على طول الرمال. عند خط الاحتكاك اللي هو اللي انا ورته لكو ده. فبالتالي ده زي مين? زي بحيرة آآ شمال بحيرة المنزلة. اما بقى بعد كده الحواجز. فالحواجز هي السنة بس بتبقى عند الخلجان وقت تسدها. مكونة بحيرة شبه مغلقة زي بحيرة ماريوتو وبحيرة اتكو. ودول اللي موجودة في شمال مصر. بعد كده الرسمة ديك طبعا في المراجعة قلتلكوا ان الرسمة دي لا يمكن ان يخرج عنها اي امتحان. وبرضو في الفيديو بتاع الرسومات قلتلكوا ان لا يخلو عنها اي امتحان. فبكل بساطة الرسمة دي اللي هي بتاعة نموذج سريان الطاقة. هنا واحد ضعبارة عن ايه? واحد ضعبارة. هنا بيقولك ايه? كساء خضري اللي هي الكائنات المنتجة. مين اللي هيبدأ يكلها? الكائنات اكلات العجب اللي هي واحد. طب واثنين اكلات اللحوم. تلاتة كائنات محللة. تمام كده? طيب الكائنات المحللة دي ليه تعتبر حارس للطبيعة? هقول له تعتبر حارس للطبيعة لانها تعيد املاح الفسفور والنيتروجين والكربون الى الطربة مما يؤمن استمرار النظام الايكولوجي. بعد كده على طول عندنا اختر او اه مش اختر اختر احد السؤالين يعني اللي هو مصطلح علمي. نطاق من الطربة يتميز بوجود مواد عضوية. الطربة كلها مفهاش نطاق يتميز بوجود مواد عضوية الا السطح بتاعها. اللي هو بيبقى في الجزور بتاعت النبات. يبقى نطاق سطح الطربة اللي هو الف. بعد كده على طول عندنا حبيبات منحصة. خد بينك حبيبات منحصة بتتضحرج. في قاع النهر. تمام كده? طيب. يبقى دي اسمها الحمولة ايه? بتتضحرج. يبقى حمولة ايه? متضحرج? يتركب معدن الكلسيت ده بسيط خالص من كربونات كالسيام. طيب عدم احتواء صخر الجبرو على معدن الكوارتز او كان بيجي برضو يقول لك ساعات علم اه علل عدم احتواء صخر البازلت على معدن الكوارتز او علل عدم احتواء الصخور القاعدية على الكوارتز في جميع الحالات قلت لك ان السؤال ده مهم. اه طبعا في المراجعة وبرضو لما كنت بشرح الباب التالت تقريبا برضو قلت ان هو مهم. فبكل بساطة ليه? لان الصخور الجبرو ديك صخر قاعدي وهو اول الصخور طب الورن بينما الكوارتز اخر المعادن طب الورن فلا يمكن ان يجتمعها. بس كده. بعد كده نيجي نبص على اسكر الشواهد التي التي تمكن من التعرف على الطياط المحدبة. الطياط المحدبة الشواهد بتاعتها تنين هي ان طباقتها منحنية لاعلى. الطبقات يعني بتنحني لاعلى. وتاني حاجة اقدم طباقتها اقدم طباقتها بتكون في المركز. تمام كده? ليه? لانها بتكون بالشكل ده? فهي بتبقى منحنية لاعلى الطبقات. وهنا في المركز اقدم الطبقات. بعد كده ماذا يحدث عنده تعرض معدن الكوارتز لطاقة اشعاعية عالية. يبقى معدن الكوارتز تعرض لطاقة اشعاعية عالية. هيحصل ده كسر روابط بين الزرات. وبالتالي يصبح لونه دخان رمادي. اذكر اهمية الجزورة التي تمتد افقيا تحت سطح التربة في النبات الصحراوي. الجزور اللي تمتد افقي بالشكل ده. اهميتها ايه? اهميتا هي تمتص قطرات الندى. وبالتالي تتمكن من الاستفادة بالمياه النادر او القليل جدا في الصحراء. قارن بين الفحم والغاز الطبيعي او الموارد المتجددة والمتجددة. الموارد المتجددة والمتجددة دائما وابدا ما بنلاقيها على طول في الامتحانات. تمام كده? الفحم بقى او الغاز الطبيعي. الفحم ده بكل بساطة القيمة الحرارية بتاعته. القيمة الحرارية بتاعته. اه بتبقى اقل من الغاز الطبيعي واقل من البترول. وتكاليف استخراجه بتبقى اعلى من الغاز برضو الطبيعي والبترول. الغاز الطبيعي هقولو ان القيمة الحرارية بتاعته بتبقى اعلى من الفحم. وان التكاليف استخراجه اقل. اما بقى بنسبة للموارد المتجددة والموارد غير المتجددة. فالموارد المتجددة ديك موارد بتظل متوفرة في التربة او مش في التربة بقى في البيئة الطبيعية لقدرتها على الاستمرار والتجدد ما لم يتسبب الانسان في انقراضها او استنزافها او تدورها. ودي طبعا زي الحيوان والنبات والهوى والتربة وكل الحاجات دي. بعد كده على طول عندنا موارد غير متجددة. دي موارد مؤقتة تختفي كده كده من البيئة سواء عاجلا ام اجلا. وبيتوقف زلك على حسن استثمار الانسان آآ ليها وحسن استعمالها آآ او سوق استغلالها. يعني لو احسن استعمالها هتعد وقت اطول. لو اساء استخدامها هتخلص بسرعة. ودي زي البترول والفحم والغاز الطبيعي والمعادن. بعد كده بقى عندنا ادرس الشكلة اللزي امامك ثم اجب. ماذا تمثل الاشرش? الاشرطة. الاشرطة دي بكل بساطة هي الاشرطة المغناطيسية على جانبي حيض وسط المحيط. تاني حاجة اي الاشرطة يعتبر اقدم? دايما الاقدم بالنسبة لحيض منتصف المحيط. الاقدم هو اللي بعيد عنه. اللي بعيد عن الحيض ده ده الحيض اللي بعيد عنه هو الاقدم. فرقم واحد ورقم عشرة دول اقدم الاشرطة. ام رقم خمسة رقم ستة دول الاحدث. اذكر مثلا لكل من. نباتات بحرية تعيش طافية على السطح الماء دي طبعا اللي هي البلانكتون اا او العوالق النباتية. حيوان مفترف صحراوي له ازان كبيرة. ده طبعا سعلة بالفنك. بعد كده حيوان صحراوي اكل عجب وبيستخدم مصدر بديل للتغلب على نضرة المية. ولكن هنا خد بالك. هو مش الغزالة. هنا ده اليربوع. ليه? لان اليربوع اكل العجب. وبيستخدم مصدر بديل اللي هو بيتغزة او بيمتص الماء من آآ آآ اسمها ايه? النباتات الوسارية. يبقى ده اليربوع. لكن ما تقولش ان هو الغزالة. ليه? لان هنا بيقولك استخدم مصدر بديل. الغزالة ما بتستخدمش مصدر بديل. هي الغزالة مجهزة او متكيفة باساليب تخليها تحافز على المية اللي معاها. اللي هي اخدتها او شربتها. كائنات تكون جراسيم طبعا دي على طول تبقى البكتيريا. استخدم العبارة هو هنا على طول بيقولك استبدل العبارة بالمصطلح القلمة. تمام? حفريات حيوانية خد بالك هي هنا دي مش حيوانية. دي حفريات نباتية المفروض. بص هيقولك كانت تعيش في مستعمرات وبيئة بحرية دافئة ومياه رائقة دي الشعاب المرجانية. تمام? بس الشعاب المرجانية هي مش حفريات حيوانية. دي حفريات نباتية. تمام كده يعني الشعاب المرجانية ده نبات مش حيوان تمام كده بعد كده حركة تنشع عن كوة شد وبعد كي بيقول لك ايه تنتج عن حركة لوح تكتوني بعيدا عن لوح اخر طبعا لوح بيبعد عن لوح يبقى حركة باعدي طبعا نعرف بقى دي الكلام فاضي التراكة الضوء والانت هيعرفهم بقى انت مع نفسك بعد كده ماذا يحدث عنده تصرب مياه غنية بيسانيكسيد الكربون بداخل الارض في سخور الحجر الجيلي بكل بساطة تتنشط عملية الكربانة وبالتالي يحدث زوابان للحجر الجيلي مكونا مغارات تغير مستوى ماء النهر في اوقات الفيضان لو اتغيرت مستوى ماء النهر اوقات الفيضان ده يؤدي لتكون شرفات نهرية هنا يقول لك اي من الاشكال الاتية يعبر عن فاصل وسطحه عدم توافق طبعا نبص عشان يعبر عن فاصل لازم يبقى كل واحد كل طبقة موجودة زي ما هي تمام يعني مثلا وجينا نبص هنا هنا دي الطبقة واحد وصدها اتنين صحي كده يبقى دوك ده فالق معكوس لان ده الحاقة العلوة هو وهو طلع لفوق تمام كده طيب يبقى ده لا ده مش فاصل اجي هنا واحد واحد اتنين اتنين تلاتة تلاتة اربعة اربعة تمام ده فاصل بس هو بيقول لك فاصل وسط حدن توافق يبقى لازم في طبقة مش موجودة اجعل بعد واحد واحد اتنين اتنين اربعة اربعة اه هنا الطبقة تلاتة مش موجودة تمام وما فيش اي حركة يبقى هي جيم اهمية الاشجار في المناطق الصناعية ان هي بتعمل كمصفة لساني اكسيد الكربون ومصدر للاكسوجين يفضل صيد الجنباري ليلا طبعا لان الجنباري اه بيطلع الى مياه السطح اه في الليل بحسا عن الغذاء تمام كده فبالتالي بيسخل استياضه لائك لكن بقية اليوم بيظل على عمك سبعة وعشرين متر تحت سطح المية من الرسمة الذي امامك اجب اولا ماذا يمثل كل منه طبعا السؤال دوك اه من الاسئلة اللي كانت جاية كاسئلة مستويات عليا في اكتاب الامتحان تمام فموجودة هدي الوقت معانا في النموذج يعني فا اول حاجة ماذا يمثل كل من تلاتة واربعة تلاتة ده منسوب المياه واربعة ده مياه النهر تمام احنا نعرف ان الخط تلاتة اللي هو منسوب المياه الارضية او لو انت شفت الشرح قلتلك اسمه بالانجليز الووتر تيبل ده بكل بساطة كل الطبقات اللي تحتيه بتكون مشبعة بالمية يعني مليانة مية تمام كده فيبقى البير اللي يوصل لتحت الخط ده اللي هو بتاع منسوب المية ده اللي اخد منه مية ليه لانه واصل لطبقات مشبعة بالمية فيبقى ازا ان هنا لو جاء لك من واحد والاتنين هنحصل على مية هقوله البير رقم اتنين ليه هقوله لانه بيوصل الى الطبقات المشبعة بالمية بينما واحد ده لا يصل ايه اليها بعد كده على طول عندنا سخور نارية ضغط وحرارة سخور نارية بالضغط والحرارة تتحول الى سخور متحولة ثم يحصل تعرية فتتحول السخور دي كلمة تحولة الى سخور ها رسوبية لا السخور الرسوبية هي يبقى حصل تعرية حاولت هنا الى رواصب او فتات وهنا حصل عملية اه بنسميها ترصيب وتسخر او تحجر فبالتالي يتكون سخور رسوبية السخور الرسوبية انصهرت يبقى اربع دي مجمة بعد كده على طول قارن بين المغدش والمكسر المغدش بكل بساطة هو لون مصحوق المعدن عند حقه بكتعة خزف غير مسكول والخاصية الفيزيائية بتاعته دي خاصية بصرية تمام كده اما المكسر فالمكسر ده هو شكل السطح الناتج عن كسر المعدن في غير مستوى الانفصام ودوك من الخاصية الفيزيائية بتاعته تماسكية بعد كده اذكر اهمية معرفة اطوال المحاور البلورية وقيم الزوية بينهم طبعا ده بيساعدني في تصنيف 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 الانزمة البلورية والتعرف على الانزمة بعد كده عندنا استخدام لوح المغدش طبعا ده بادر استخدام مفتاعين الصلاة في الحقل او المعمل بعد كده على طول عندنا علل لتندس القشرة القرية تحت القشرة المحيطية في طبقة الوشعة اولى طبعا لان الطبقة القشرة المحيطية صخور بازلتية سقيلة تندس اسفل الصخور القشرية القرية اللي هي عبارة عن صخور جرانيتية خفيفة بعد كده ايا من الاشكال التالية اعتبر نحتا متباين طبعا ده انا شرحته في المراجعة بالزبط وطقريبا شرحته برضو في اول جزء في الباب الخامس موجود على القناة النحت المتباين النحت المتباين ده اي حاجة يكون فيها صخور صلبة ومعاها صخور رخوة وبتتأخل الرخوة وتظل الصلبة يبقى ده على طول اللي هو عبارة عن ها نحت متباين يبقى اتنين واربعة اللي هي الشلالات والمساطب استبدل العبارة بالمصطلح العلم المناسب صناعات كيميائية اساسها البترول او مشتقات البترول يبقى البترو كيمويات وضح العلاقة بين تركيز ملوحة بعض البحار وعملية البخار وسكوت الامطار هقوله بكل بساطة كده ان في الاماكن اللي بيكون فيها امطار كتير وعملية البخار فيها قليلة بيكون تركيز الاملاح فيها ها قليل ليه لان انا هنا عندي زي ما يكون جدا جبت معلقة مية وحطيتها في لتر هل ده هيحصل فيه اي حاجة؟ هيبقى التركيز بتاعها الايل جدا تمام؟ طيب اما بقى في المناطق الاخرى التي يكون فيها نضرة لسقوط الامطار يعني ما فيهاش سقوط الامطار والبخري فيها جديد يعني الحرارة فيها عالية يكون تركيز الاملاح كبير يعني مثلا انا جبت كوب بيت اللتر ده اللي انا بترك عليه وراح تحطه في الشمس فضل يتبخر 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 لحد ما بقى حب صغيرين هلا انه ممكن تلاقي لونهم مد على لون احمر او حاجة زي كده لان ايه؟ الملح فيهم بقى تركيزه جديد طيب تراكم الرواسب في مخروط الدلتا وخلف السد ايه اللي حصل لما كان بيتراكم في مخروط الدلتا كان بيحصل صرايان تدريج للسهارة من تحت الدلتا لأسفل رضا مت الحمشي ولكن بعد بناء السد العالي اصبح يحدث الترصيب خلف السد العالي فاصبح تنتقل الرواسب او تنتقل المجمة من اسفل خلف السد العالي الى قاع منطقة هضبة الحبشة بعد كده على طول الجرانيت والمايكرو جرانيت النسيج بتاع الجرانيت خشن بتاع المايكرو جرانيت بورفيري مكان التكوين بتاع الجرانيت بيكون جو في الارض اما المايكرو جرانيت بيكون قرب سطح الارض البريشيا والبريشيا البوركانية طبعا دي اياما اكدت عليها كتير البريشيا لما اقولك بريشيا بس يبقى دي قطع سخرية زات زوايا حدا تنتق من حدوث الفوالك بسبب ايه؟ تكسير الصخور اما البريشيا البوركانية هي برضو قطع سخرية زات زوايا حدا ولكن تنتق من تكسير اعناق البراكين وجود معادن الكولينات بالقرب من صخر ناري الكولينات موجودة بالقرب من صخر ناري طيب ما اسم الصخر الناري؟ الصخر الناري ده جرانيت تمام كده؟ طيب ايه تاني؟ ايه تاني؟ ان هنا العملية اللي حصلت دي هي عبارة عن تجوية كيميائية عن طريق حدوث كربانا تمام كده؟ فيحدث ان الصخورة التي كونت في حرارة مرتفعة وضغط عالي زي الفلوسبار تتأثر بالكربانا فيتحول الفلوسبار بالكربانا الى كولينات وتتحول الميكا الى معادن طين واما المعادن زات المعادة التي كونت في حرارة منخفضة وضغط منخفض تتحول الى قول لي لا تتحول بقى خليك شاطر يبقى لا تتأثر اصلا زي الكورتس اولا اسكر التركبين به وجيم بهدة تعالى بص عليه كده هل في اي صخر يعني الطبقة السودة دي شفتها طلعت او نزلت؟ لا يبقى بهدة ايه فاصل طب جيم ده عدم طوافق انقطاعي ليه؟ لان انت بص ايه هتلاقي السخور الطبقة مستوية واللي فوقها مستوية يبقى ده انقطاعي طب لو كان طاية محدبة لو كان طاية محدبة وده كان معاها يبقى اذا انت شاف ان السخور جاية كده؟ تمام؟ ودي جاية كده يبقى السخور ميلة يبقى اذا لو طاية محدبة على طول يبقى اللي معاها عدم طوافق زاوي اما لو طاية مكعرة تتأكد لو كانت سخور نارية ولا كانت سخور عادية لو كانت سخور عادية بقى ده على طول عدم طوافق ايه؟ انقطاعي لماذا تكون كل من ألف ودال؟ ألف ده هو فالق عادي تكون نتيجة شد لانه سخور العلوي نزلت لتحت اهو بص على السودة هنا هتلاقاه هي تمام؟ بعد كده دال اه فين دال؟ اه دال ده عدم طوافق تمام كده تكون بسبب انقطاع الترصيب لفترات زمنية تمام كده لفترات زمنية طويلة لان سلوسيات الفصوص في الكامبري والسديات دي بدأت تظهر في حكم الحياة الحديثة اه او في العصر التباشيري كان بدأت تزال سديات ماشي مية معدن لونه دهبي ومغدشه اسود يا ما قلت ان دوك مهم جدا واخدوا بالكم منه ده اللي هو البايرايت تمام كده؟ تمام معدن بريكولافلزي واكسر المعادن صلادة طالما اكسر المعادن صلادة يبقى الماس كمية الضوء الذي يخترق مياه البحر كمية الضوء اللي بتخترق مياه البحر دي دي شدة الايه؟ الإضاءة بعد كده اختر الاجابة الصحيحة تمتاز الغابات الاستوائية الغابات الاستوائية تمتاز بقل الضوء وارتفاع الحرارة وارتوبة مرتفعة فيبقى عنده هنا حرارة مرتفعة وارتوبة مرتفعة يعتبر الجبس والهلاية من رواصب البحيرات الملحة اللي هي كانت بحيرة اتكو ماذا يحدث عند حركة كتلة الصخور التي تعلو الكاسر الاعلى؟ مقارنة بالكتل الواقعة اسفل مستوى الفالك طبعا لما تتحرك الصخور اللي هي بتاعت الحرارة العلو الاعلى بدا يتكون فالك معكوس بعد كده يظهر العمل الجيولوجي للسيول واضحا في الصحراء او يكون عمل الرياح واضح في الصحراء هقوله بكل بساطة بسبب خلو الارض او سطح الارض من النباتات وكمان ان الكشرة الاراضية مفتتة بعد كده على طول عندنا نشأة الوضود العظيم ونشأة جبال القلب من حيث معدل الحركة ونواتجة خدود الاخدود العظيم دوق الحركة اللي بينشأ عنها المعدل الحركة بتاعها حركة بطيئة ليه لان دي حركة اللي هي بنية للقراط اما بتاعة الجبال فدي حركات سريعة ومفاجئة ده معدل الحركة عشان بس ما 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 تتلخفنش من معدل الحركة دي ونواتجها نواتجها ان نشأة الاخدود ديك اللي هي الحركات البنية للقراط نواتجها ان بيتكون طاية منبسطة اللي هي بتظهر الطبقات افقية في صورة طاية ايه منبسطة اما نواتج الجبال القلب دي على طول عندنا اللي هي بنقول عليها بينطج عنها سلاسل جبال ذات امتداد اقليمي بعد كده الموجات الزلزالية الاولية والموجات الزلزالية الثانوية الاولية ديك موجات طولية سريعة جدا اول ما تصل لالات الرصد اما الموجات الثانوية في دي موجات مستعرضة ابطأ من الاولية وبتنتشر في الاجسام الصلبة فقط تمام كده طيب بعد كده اسكر طريقتين لعلاج مشكلة الزحف العمراني طبعا اول حاجة اصدار الدولة تشريعات تجرم البناء على الاراضي الزراعية تاني حاجة انشاء المدن الجديدة في الاراضي الصحراوية غير المزروعة واقامة المشروعات الصناعية بها بعد كده هنا ادرس الشكل ماء التركيب واحد التركيب واحد ده عروق التركيب رقم اتنين ده جدد لانه موازل اسطح الطبقات ما نوع واسم الصخر الموجود في النطاق بين اللاكوليس والحجر الجيري يعني اللي موجود هنا ده ده طبعا اللي هو حجر رملي وبما ان لامس كتلة من الصهيري بها يتحول فيبقى صخر الكوارت زيت طبعا بيكون صخر كتلي بينتق بالحرارة فقط طيب بعد كده ما نوع واسم الصخر الموجود في النطاق بين اللاكوليس والحجر الرملي طبعا بقى هنا بين اللاكوليس والحجر الرملي يعني ده ده اللي هو حجر جيري بيتحول بالحرارة برضو فيديني صخر الرخام. يبقى ازا ده الرخام واللي قبليه الكوارت زيت اللي هو رقم تلاتة ده كوارت زيت رقم اربعة الرخام كده يكون النموذج الاول خلص لو عايز تتابع وتشوف النموذج التاني لمادة الجيروجيا وتشوف امتحانات سنوية عامة تانية بتتحل وتشوف شوية اسئلة وحاجات جميلة جدا بتتحل تخليك تضمن الدرجة وعن تجربة للناس اللي معايا في المراجعة تقدر بازن الله تكلمني على رقم الواتسل موجود تحت الفيديو وتقدر تشترك معايا بميت جنيه بتحولها عن طريق فيدفون كاش الموضوع كله بسيط جدا وبتحصل على كل حاجة وبكل سهولة وبكل بساطة وبكده نكون انتهينا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة ولو عندك اي استفسار سيبه في التعليقات وشوفكم في فيديو جديد دمتم بامان الله وربنا يوفاقكم بازن الله ويحفظنا جميعا ويجعل بلدنا دايما في سلم ودايما معافاة من اي مرض ومن ايداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته